اشتركوا في القناة وطرق تربيتها والبيئة التي ربيت فيها والتلقيح والفترة التي تلقحت فيها هذه الملكات ستكون المناقشة عاجلة كونها لم يتم التحضير إليها مسبقا نتمنى من الجميع المشاركة في هذه المناقشة وطرح الأسئلة ولفت الأنظار للأمور التي لم يتم التطرق إليها حتى تعمل فائدة لي ولكم إن شاء الله نبدأ الحديث عن هذا المواضيع بعد توفيق بين الله إخواني الكرام بالحديث عن الملكات وهو موضوع مهم جدا ونعلم جميعا بأن هذه الملكات هي عمود الخلية وهي المحور الرئيس في هذه الخلية إذا كانت هذه الملكات ذات جودة عالية وصفات ومواصفات جيدة سنحصل بالنتيجة على خلايا ممتازة منتقى منتخبة ذات كفاءة عالية ومردودية عالية أما إذا كانت هذه الملكات تمتاز بصفات رديئة سيكون إنتاجها متدني ولا يستطيع النحال الاستفادة منها لا بل تكون عالة عليه وليست لمنفعة أو لمصلحة تعود على هذا النحال وعلى من يعيله أخواني الكرام عند الحديث عن الملكات يجب أولا العودة إلى أصول هذه الملكات ما هي أصول هذه الملكات وهل لها مدونات وهل لها رصيد وراثي أم أنها تم تربيتها بشكل عشوائي دون انتقاء ودون انتخاب ودون متابعة عندما نقول ملكة جيدة كيف نحكم على هذه الملكة وكيف يتم انتقاء هذه الملكة هل هو لموسم واحد أم لموسمين أم لتميزها بالأداء أثناء الحضنة أم هي اللي جمعها لحبوب اللقاح أم لتميزها بجمع العسل أم لتميزها بالبناء الشمعي أو لتميزها بجمع العكبر بالهدوء بالثبات بالسلوك الصحي وإلى غيرها من الأمور التي يفضلها النحال ويحب بها ويحب أن يشاهدها في هذه الخلايا إن الأصول التي يتم الانتقاء منها هذه الملكات يجب أن تكون أصول ذات صفات عالية مع متابعة الأجداد والآباء لهذه الملكات كي نحصل على ملكات ذات صفات عالية وممتازة ومنتقى طرق تربية الملكة وهذا في بعض الإخوان يجهل في بعض الأمور الحساسة التي تخص تربية الملكة نعلم جميعا بأن لبيت التربية هي درجة حرارة معينة ودرجة رطوبة معينة ربما ترتفع هذه الحرارة أو الرطوبة قليلا وربما تنخفض قليلا بشكل لا يؤثر على النهل حيث أن النهل يعود إلى رفع درجة الحرارة والرطوبة للدرجة المثالية والفضلة أما إذا بقيت درجة الحرارة مرتفعة بشكل عالي ولم يسيطر النهل على هذه الخلية حيث خفض درجة الحرارة أو تدنيها لم يستطع رفع درجة حرارتها أو رطوبتها فيؤثر ذلك على الحضنة المتواجدة في هذه الخلية وخصوصا إذا كانت هذه الخلية مخصصة لتربية الملكات فإذا أردنا أن نحصل على ملكات ذات صفات عالية يجب أن يتم تربيتها ببيئة مناسبة وملائمة حتى تكون هذه الملكات ذات صفات عالية أما ملكات منتقى ومنتخبة بأفضل الوسائل والطرق ومن ملكات جيدة وربية في مكان سيء فإن هذه التربية ستعود على هذه الملكات بالوبال وستكون رديئة في الأداء كونها لم يتم تحضينها وحضنها بشكل جيد ومناسب يجب أن يكون صندوق التربية كثيف من ناحية النحل وخصوصا النحل الحاضن مغذى جيدا ومنوح هنا بالتغذية يجب أن تكون التغذية تغذية من العسل وليس من المحلول السكر لأنه قمنا بتجربة تربية الملكات وأضفنا المحلول السكري لبعض الخلايا وأخواتها ربيت في صندوق آخر وغذيت على العسل كانت الملكات التي ربيت في الخلايا التي غذيت على العسل أفضل من الخلايا التي غذيت في المحلول السكري وكانت كفاءتها أعلى وجودتها أفضل وما زالت موجودة وتم اعتمادها كأمهات للطوائف لماذا هذا يعود إلى تركيبة وجزئيات الغذاء الذي يتغذى عليه النحل الحاضن والذي يدر بالغدد الفكي والبلعومي والشفاة التي يتم تغذية الملكات أثناء وجودها كيراقة بالغذاء الملكي أيضا إخواني الكرام وهو انتقاء الملكات شيء مهم جدا يتم الانتقاء موسم بعد موسم وعاما بعد عام إذا كانت هذه الملكات تمتاز بسرعة التكاثر أيضا بالجمع حبوب لقاح وعسل بصفات عالية يتم اعتمادها مثال على ذلك خلية تجمع على عسل وحبوب اللقاح وفيها شراسة خلية ذات كثافة عالية ويوجد فيها أمرض خلية ذات سرعة التوالد وحضنة متراصة ولكن لا تقام الأفات هذه تنحى ولا يتم الاكثار منها إذن نعود للمربع الأول وهو السجلات والمدونات التي أخذت عن هذه الخلائق ولعدة فترات يتم تخصيص سجل خاص بكل خلية ويتم الكشف عليها وأخذ المدونات والمعطيات لكل شهر أو شهرين على التوالي من عدد الإطارات من عدد إطارات الحضنة عدد إطارات الأساس التي وضعت لها سرعة بناء الشمع هل التوالد لدى هذه الملكة منتظم هل هي بوقعة التوالد لديها كبيرة المساحة أم أنها متدنية صغيرة هذه تأخذ في عين الاعتبار إذا كانت الصفات مناسبة ويفضلها هذا المربي فإنها تعتمد أما إذا غير ذلك تنحى كما أسلفنا بالذكر نعود إخواني إلى مربط الفرس وهو صندوق التربية أو البيت الذي سيتم التربية في هذه اليرقات نقول صندوق معزول تماما صندوق جديد يعزل الحرارة والبرد لا يوجد فيه رطوبة عالية أو متدنية درجات حرارة فضلة درجات رطوبة فضلة كثافة نحلية عالية جدا من النحل الحاضن ربيت هذه الملكات بشكل جيد لم يتم خلخلة أو هز هذه البيوت الملكية وخصوصا في طور الحورية عندما تنتقل طور اليرقى من يرقى إلى حورية هنا تكون إذا قام النحال بخطأ أو قام بهزه بشكل متعمد فإنه يؤثر ذلك على الانسلاخات الجلي وربما يؤثر ذلك على تشوهات ويؤدي إلى تشوهات في جسد الملكة التي ستخرج ربما يؤثر على أجنحة هذه الملكة أو على أرجلها أو قرون الاستشعار فيجب أن تكون هذه الخلايا ثابتة لا يتم هزها يتم الكشف عليها قليلا وخصوصا في هذه الفترة أما أثناء وجود الملكة في طور اليرقى وكان البيت مفتوحا فهذا لا يؤثر يعني لو أصبح هناك اهتزاز وهو لا نفضل الاهتزاز ولكن لو أصبح هناك اهتزاز فهو لا يؤثر على هذه اليرقات ولكن عندما تتم التحول من يرقى إلى حورية عندما تكتمل وتصبح حورية هنا يكون هز هذا البيت غير جيد وإنما يؤدي إلى انسلاخات في جسد النحلة أو اليرقى أو العذراء التي ستخرج وتصبح ملكة وتشوه هذا الجسد أيضا إخواني الكرام عندما يتم توفير رطوبة جيدة لهذه الملكات ودرجات حرارة فضلة فإن هذه الملكات تكون اكتسبت صفة الأشد ذكان فحسب ما تعلمنا من أساتذتنا الفضلاء وعلمائنا الأجلاء فإن هناك نحل يمتاز بالذكاء أفضل من نحل آخر وهذا بعض الإخوان لا ينتبه له نقول نحل منتخب أي بأن هذا النحل ربي بأفضل الطرق وأعلى المواصفات نحل عشوائي ربي بشكل غير منظم وغير منتقة هذا يؤثر على أداء النحل أثناء تواجده في الصناد أما خلايا أو ملكات ربي بدرجات حرارة ممتازة ومناسبة والمطلوبة وهي حسب ما أذكر 34 درجة مئوية أيضا درجة الرطوبة كانت جيدة وحسب ما أذكر هي 67.5 أو 68 بالضبط تكون هذه الملكات ممتازة لو تم النظر إلى هذه البيوت الملكية ستكون بيوت ملكية جيدة ذات حجم كبير خشنة الملمس غذاء ملكي كافي ووافي جرعة كبيرة من الغذاء الملكي هذا يؤدي إلى جودة الملكات في المشتقبل وديمومتها واستمراريتها في العمل أما خلية أو ملكة غذيت بغذاء ملكي قليل ولم يتم حضنها بشكل كافي هذه ستتعرقل في سير العمل وإن بدأت بداية نشيطة ولكن ستهوي في منتصف الطريق ولن تؤدي كما هو مطلوب منها كالملكات التي ربيت بشكل جيد ومناسب بخصوص الإخوان الكرام عن انتقاء الملكات أنه ربما بعض الإخوان ينتقي بيت ملكي من إحلال ربما يكون تطريد ربما يكون طوارئ وهذا لا يجوز في تربية نحي العصري هذا لا يجوز ولا يصح إذا كان البيت الملكي ربي من ملكة إحلال يجب هنا وضع علامة الاستثام لماذا ربي هذا البيت الملكي هل هو خلل جيني هل هو خلل وراثي في هذه الملكة أم أنها إصابة في جسد الملكة حتى قام النحل بإحلالها هل فقدت أحد أعضاء جسدها كأجنحة كأرجل كأخرون استشعار كفكوك هل هو النحل قام بإحلالها كون القاولة المنوية نضبت من الحيامل المنوية أم أن هذه الملكة فيها خلل جيني وراثي أدى إلى إحلال هذه الملكة إذا كان فيها خلل جيني ووراثي ولا يعرف إن حال ما سبب بناء البيت الإحلال فلا يصح تربية ملكات من هذا البيت يجب هدمه وانتقاء بيوت أو بيوت من ملكات معروفة معلومة المصدر ووضعها في هذا الخلي والتخلص من هذه الملكة كي لا يقع في المطب الآخر كونه الملكة التي تحل أو تستبدل لأسباب مجهولة أيضا ستخرج البنت ويتم استبدالها لأسباب مجهولة وغير معلومة أخواني الكرام بيوت التطريد وهنا يعني يجب السماع لهذا الملف والانتباه إليه كونه مهم لكل واحد فينا وأولكم أنا بيوت التطريد ما بنية على باطل فهو باطل حسب ما اطلعت على دراسات وحسب استشارات العلماء والأساتذ الأجلاء وحسب ما يتوفر لديه من المعلومات وتجارب أيضا ما بني على باطل فهو باطل إخواني الكرام الغذاء الملك الذي يعطى لليرقة أثناء وجودها في الكؤوس الملكية يختلف من يرقة إلى يرقة ومن بيت إلى بيت وتختلف جزئياته ولم تكتشف لغاية الآن اكتشف منها القليل وما زال الكثير الكثير لم يكتشف فإذا البيت التطريد الذي وجد ببيت التطريد كأنه سبحان الله وجد هذا البيت ليكون آلة لعملية التطريد توضع فيه كافة الصفات التطريد بالغذاء الملكي نقول غذاء ملكي يختلف عن غذاء من يرقة إلى يرقة وهذا مجرب إخواني الكرام وبالدليل أنه عندما يتم تربية ملكات تخرج العذراء وتقف على الكأس الملكي تنظف نفسها ولا تقوم بالطيران بينما الملكات الطوارئ عندما تخرج أيضا تتصف بهذه الصفة أما ملكات التطريد فهي عندما تخرج تكون سريعة الحركة نشطة تخرج مباشرة من الصندوق لماذا؟ لأنها هي صممت لهذه الوسيلة وكأن البيت يقول لك حرفيا أنا صممت للتطريد وسأبقى تطريد ولا يجوز الإكثار ولا يصح الإكثار من هذه الخلايا لأنها خلايا غير نافعة وغير مجد اقتصاديا وتعود على المربي بالمخسر أيضا إخواني الكرام نعود إلى موضوع البيوت الملكية التي أخذت من تطريد أو الملكات التي أخذت من تطريد هذه لا يجب الإكثار منها ولا يجب التعامل فيها كتربية نحل عصرية لا يجب أن تكون هناك ملكات تطريد أو تمتاز بصفة التطريد في المنحر نعم التطريد هو غريزة أو دعها الله في هذه الحشرة حتى تتكاثر ولولا التطريد لما وصل النحل إلينا ولكن هنا غريزة مضبوطة وهناك غريزة جامحة فإذا كانت تطريد أصبح جامح وصفة يتسم بها هذا النحل عن باقي سائر الخلايا فهذه الخلية يجب التخلص منها وعدم الإكثار منها أما إذا كانت غريزة مضبوطة طبيعية يقوم النحل ببناء بيت أو بيتين ويقوم النحال بهدم هذه البيوت ولا يعاود النحل بتربية بيوت تطريد أخرى فهذه خلايا جيدة وأنا أحدثكم عن نفسي ويشهد الله على ذلك يعني ما بشاهد بيوت تطريد لا أقول إطلاقا ولكن أشاهد تقريبا خمسة بالمئة من المناء من الخلايا التي تربى هذه البيوت وعندما يتم هدم هذه البيوت لا يتم تربية مرة أخرى كون هنا تريد الحصول على كمية من العسل أو كمية من حبوب اللقاح ستحصل منها الخلايا القوية وليس من الخلايا الضعيفة يعني خلية من إطارين ماذا ستجني وخلية مكونة من 25 أو 30 إطار هل ستجني هذه الخلية كهذه الخلية لا إطلاقا مجزما لا هذه آراء شخصية إخواني منهم من يحبب التطريد ومنهم من يكره أو لا يحببه وأنا شخصيا لا أحبب هذا عملية التطريد كونه لا يصح أن نقول منحل منتقى منتخب ويوجد فيه صفة التطريد هذه أصبحت ليست تربية نحل عصرية أيضا إخواني البيوت الملكية التي يقوم النحل بتربيتها حين فقدان الملكة وهناك أسباب عديدة لفقدان الملكة دخول نحل سارق هرسل الملكة من قبل النحال أثناء الكشف أو سقوط الملكة خارج الصندوق وبالمحصلة قام النحل ببناء بيوت الطوارئ نقول هنا إذا كانت الملكة ذات صفات عالية وتم انتقاها بالأصل انتقا وفقدت وقام النحل ببناء بيوت طوارئ يجوز التربية من هذه الملكات بشرط أن يتم تربية البيوت الملكية على يرقات صغيرة السن ولا يجوز أخذ البيوت الملكية التي ربيت على يرقات كبيرة السن كون اليرقة كبيرة السن غير نافعة الأفضل أن تكون صغيرة السن وغذية على غذاء ملكي كافي من أول فقسها كيرقة أيضا إذا كانت أعداد هذه البيوت كثيرة يتم التخلص منها والإبقاء على بيوت ملكية يستطيع النحل حضنها بالشكل الجيد ومناسب إذا كانت هناك إطارات زائدة يتم سحبها حتى تكون الكثافة النحلية ازدادت كون النحل يغطي هذه الإطارات فعندما يتم سحب الإطارات الزائدة سيقوم بحضن هذه اليرقات بشكل أفضل وتوفير لها درجات حرارة ورطوبة أعلى بالشكل المناسب والمطلوب أيضا إخواني الكرام موضوع تلقيح الملكات وهو موضوع مهم جدا وهو شائق بعض الشيء هناك مناحل تكون قريبة هناك يكون فيه اختلاط ما بين الذكور وتختلط الأنساب ببعضها ولكن الأفضل أن يتم انتقاء الذكور وانتقاء الملكات حتى تصبح هذه الملكات بصفات جيدة والأجيال التي تخرج من هذه الملكة تمتاز بصفات عالية أيضا إخواني يجب الانتباه هنا بعض الإخوان يقوم بالتقفيص على العذارة لمدة تزيد عن الأربعة أو خمس أيام أو الأسبوع وهذا لا يجوز لأنه في بعض الأحيان تتلقى العذراء في اليوم الرابع أو الخامس عندما هي تشعر بالنضوج والاكتمال فتخرج في عملية رحلة التلقيح في رحلتي الرحلة الأولى هي عملية الاستكشاف والرحلة الأخرى في عملية التلقيح وربما تعاود الخروج مرة أخرى لاستكمال عملية التلقيح كونها لم تمتلئ لديها القابلة المنوية بالحياة من المنوية فإذا كانت هذه العذراء خرجت في الوقت المناسب وبالظروف الجوية المناسبة وقامت الذكور بتلقيحها تلقيح جيد فستكون هذه الملكة ذات صفات جيد كونها هي من أصل جيد والذكور من أصول جيد أما إذا كانت الجرعة من الحياة من المنوية رديئة وكانت الذكور رديئة فسيكون هناك خلل في هذه الأجيال التي سيحصل عليها هذا المربي أما الفترات إخواني لتلقيح الملكات لا يوجد فترة محددة أنا شهدت ملكات تتلقح قبل المغيب أو ملكات تتلقح في الصباح الباكر وملكات تتلقح في الظهيرة أو فترة العصر فلا يوجد وقت محدد لتلقيح الملكات ولكن نقول ما هي الفصل أو الوقت الذي لقحت فيه الملكة هل هي لقحت بفترة الربيعية أم الصيفية أم فترة الخريف أم فترة الشتاء إذا كانت الملكات لقحت في فترة الربيع وكانت الذكور جيدة فهذه الملكات حصلت على حيام منوي كافي من ذكور جيدة سيكون أداءها جيد وممتاز أما إذا كانت الملكات تلقحت في فترات الصيف وافتقار الذكور المنتقى فهذا سيؤدي إلى عرقلة عمل هذه الخلية وستتدنى كفاءة هذه الملكة وجودتها أيضا بعض الإخوان يقوم بتربية الذكور من أمهات كاددة وهذا يعني غير صحيح في تربية نحي العصري لا يجوز ربما الذكر الذي يربى من أمهات كاذبة نعم هو يلقع ويشاهم في عملية التلقية ولكن مخزونه من الحياة من المنوية لا تصل إلى الربع من المخزون الذكر الذي ربي من ملكة أو من عذراء حياكم الله أخواني وبرك الله أخواني الكرام أسعد الله وقاتلهم بكل خير وسعادة إن شاء الله أنه تم تقديم ما استطعنا عليه من معلومات وتجارب كونه هذه المناقشة أو هذه المحاضرة لم يتم التحضير إليها سابقا وإنما تم طرحها بشكل مسرع دون تحضير وكان من المفترض أن تحضير لهذه المحاضرة حتى تكون المعلومات المطروحة فيها دقيقة 100% وتكون أشمل من ما تم طرحه ننتظر منكم الأسئلة أو لفت الانتباه لأي موضوع لم يتم التطرق إليه من يريد الإجابة أو يريد المشاركة فليتفضل حياكم الله أخواني وبرك الله فيكم أيضا لا ننسى بالذكر الأساتثة والفضلاء الذي تتلمذنا على أيديهم ونهلنا من علمه فلهم جزيل الشكر والعرفان وهناك أساتثة لا يشق لهم غبار وعلماء نستنير بعلمهم فلهم منا كل الشكر والتقدير باركهم الله أينما كانوا وحفظهم الله من كل شر ومكروه لا نجاريهم لا بالقول ولا بالعمل وإنما نسير على خطاهم ونستهدي بعلمهم وما يتم طرحه الآن هو بفضلهم باركهم الله وبارك الله بجهودهم الجبارة وجزاهم الله عنا وعنكم كل خير هذه التسجيلات لا نزاود بها على أحد ولكن هي ما توصلنا إليه بفضل من الله وبتوجهات العلماء والأساتل الفضلاء الذي تتلمذنا على أيديه أياكم الله أخواني وبرك الله فيكم جميعا ترجمة نانسي قنقر